و عملاء البنوك هذه فالرحمة بدأت تفكر كيف تستطيع تصل للمتبرع بأسهل طريقة بأيسر ما تخليه يتعب يروح الفرع أو يروح مكان معين باللابتوب بالتلفون والكمبيوتر في البيت عنده في المكتب يشوف جميع المشاريع الرحمة العالمية و يستطيع يختار مشروعه الذي يروح له و يتبرع له فبدأت الفكرة كيف أستطيع أني أوصل للمتبرع ما أخير المتبرع هو الذي يصلني فبدأوا يفكرون شاهدوا المواقع العالمية شاهدوا ما أفضل توصل له الأمر هذا وبدأوا يحطون أول خطوات تأسيس أول موقع إلكتروني يستقبل تبرعات الإلكترونية على مستوى العالم العربي كله كانت تواها بادية هذه الموضة في التبرعات الخيرية العالمية في بعض المواقع العالمية مثل أمم المتحدة و غيرها فبدأت الرحمة العالمية تشوف ما الجهات المقارنة لها مع العالم وبدت تحط اللبنة الأولى لتأسيس أول موقع إلكتروني يستقبل تبارات إلكترونية في دولة الكويت طبعا الكويت معروفة هي رمز سباقة دائما في هذا الوضع ورمز العمل الخيري والمركز عمل الإنساني على مستوى العالم أكيد لو بسأل أنا لو بروح لجنة من اللي جاءنا أو بروح الهيئة بيوروني المشاريع بسأل بسمع إجابة لكن موقع إلكتروني عادة آلية العمل فيها جميع الردود على السبسارات فيها المشاريع كلها واضحة ومفصلة شون آلية العمل؟ طبعا إحنا حرصنا الموقع الإلكتروني في الرحمة العالمية مر بأكثر من خطوة الخطوة الأولى حطينا كل المعلومات بعدين لقينا الناس تاهت بالمعلومات الموجودة للمعلومات كثيرة مشاريع آبار مشاريع مساجد مشاريع دعوية مشاريع اجتماعية مشاريع كثيرة جدا فبدأينا حطينا بالخطوة الثانية لخصنا شوي المعلومات الخطوة الثالثة اللي الآن وصل لها الرحمة العالمية الموقع أول ما تدخل هو عارف أنت شنو متوجه له فيقول لك تبي تبرع صدقة ولا تبي زكاة ولا تبي وقف ولا تبي مشروع ولا تبي إغاثة خطوة خطوة فمعطيك خمس اختيارات لك تروح للاختيار يعطيك بعد ما تروح للاختيار يعطيك أهم المشاريع الموجودة فيه ترى مشاريع هذه ترى هذه مشاريع ساخنة يسمونها Hot Project فيدخل على المشروع هذا يقول لك المشروع هذا ترى مهم إغاثة سوريا الآن مهمة تدخل المشروع الموقع حطينا فيه خدمة اللايف شات اللايف شات هي عبارة عن إنك لو أنت على الموقع وضعت تقدر مباشرة تتحدث مع موظف خدمة المتبرعين عندنا تقول لأنا أتبرع عندي مثلا مبلغ معين عندي ألف دينار عندي خمسمائة دينار عندي عشر دانير شا سووا فيها ويرد عليك مباشرة على طول مباشرة خلال أوقات الدوام رسمية 12 ساعة في اليوم يتواصلوا إياك ويعطيك البيانات إذا لم يوجود سيتحول الإيميل ومباشرة يرد عليك بالإيميل فحطينا هذه الخدمة أيضا الموجودة في هذا الموقع على أساس تسهل على المتبرعين يسأل عن أي أمر من داخل الموقع اخترت المشروع شون بدفع اخترت المشروع بعد ما تختار المشروع تقرأ وصف المشروع شون هو المشروع عن شنوك كم يخدم كم مساحته هل المشروع تبي تساهم فيه أم لا مخصص لك أو لعائلتك أو لدوانيتك أو لمسجدك فبعد ما تختار المشروع وتشوف بياناته كاملة تستيقض تبرع له تحطه إما المشروع هذا ومشاريع أخرى وياه مثلا كفالة أيتام أو وقف أو أكثر مشروع تحطه فيه سلة المشاريع كأنك تسوق فيه متجر إلكتروني كأنه أمازون كأنه تشتري كتب فتختار المشاريع التي تتبرع لها وبعدها مباشرة تروح لسلة التبرعات وتدفع مباشرة من خلال الكينت أو الفيزا أو الماستر كارد تمام أمان هذا السؤال يجبني وهذه بالفعل المواقع الإلكترونية أهني التحدي فيها مواقع الإلكترونية بالذات المواقع التي تستقبل الفلوس لازم يكون نسبة الأمان فيها عالية لازم يكون فيها شهادات سرتفايد معينة للأمان لكن أنا أبشر كل المتابعين ومشاهدين الآن إن موقع الرحمة العالمية وكثير مواقع أيضا خلية الأخرى لكن أتكلم عن موقع الرحمة العالمية لأننا نحن مأخذين أعلى أمان في أعمل أعلى سيكورتي ورغم هذا لما يوصل لمرحلة التبرع ما يتبرع من صفحتي مباشرة ينتقل إلى صفحة أكثر أمانا للناس اللي هي صفحة الكينت نفسها اللي ما لنا علاقة فيها ولا ندخل على رقام سرية ولا ندخل على أي بيانات لأنها خاصة وسيكورتي فيها عالي جدا نفس السيكورتي عندنا لكن هذه من جهة التي أعطتنا الصراحية لهذا الموضوع أيضا الماستر كارد والفيزا يروحون لموقع الفيزا والماستر كارد فليه آخر خطوة للتبرع مباشرة ينتقل إلى موقعهم الأصلي هناك والكينت مجرد أني أدفع يعطيني الأفرو جدا كأنك أنت رايح الآن سوبر ماركت أو الجمعية وتبرعت بالكينت ترى نفس الرقم السري للدخل وتخشي عن اللي يشوفه وراك نفس الشي أنت على كمبيوترك ونصيحة أنك تحط الرقم السري وعلى جهازك ما يكون على جهازة ثانية في الكافي مثلا جهازك جهازك الخاص فيك ورقم السري الخاص في الكينت بعد ما ندفع بعد ما تدفع هنا تميزة الرحمة العالمية في أكثر من خدمة تقدم عن التبرع أول شي يوصل لك اسم اس مباشرة إذا أنت كنت عندك خدمة اسم اس مع زين وفيفا وريدو سيطلع لك اسم اس مباشرة يقول لك نشكر تبرعك لموقع خير أونلاين بالمشروع الفلاني مباشرة يوصل لك نفس اللحظة إيميل مباشرة في وصل التبرع وبيانات التبرع ورقم التبرع وأي شيء لأي استفسار مستقبلي أيضا الموقع الرحمة العالمية يتميز أنه ليس موقع واحد فتح لصفحة إلكترونية وقال تعالوا استقبلوا تبرعات لا لا موقع فيه داتا خطيرة جدا وراء فيه سيستم نظام أكثر من 12 موديول مع بعض متواصلين مع المكاتب الخارجية الرحمة العالمية مع المكاتب الداخلية الرحمة العالمية فمباشرة أول ما يدخل التبرع المكتب الخارجي الميداني يعرف أن مثلا تبرعت المسجد يعرف أن ترى الأخب ومشعل دخل ألف دينار دفعة المسجد على طول يروح يشتري الأرض ويجهز ما يحتاج ينتظر تحويل من عندنا أو ينتظر بعض البروسيس موجودة عندنا ومباشرة يوصل للمكتب الرئيسي عندنا ترى الأخب ومشعل بدأ مشروع المسجد تبديعات سيستم متابعات من خلال سيستم متكامل جدا الموظف المشروعات الكول سنتر عندنا كول سنتر متميز جدا في أكثر من سبع موظفين يستقبلون مكالمات المتبرعين يتواصلون مع المتبرعين أي إشكالية تواجه المتبرع يستطيع يتواصل مع الكول سنتر في الرحمة العالمية كول سنتر معد على أكبر أنظمة الكول سنتر الموجودة في فيفا وزين وبيت تمويل وغيرها حلو الموظف الموجود أو المتبرع يحتاج أن يكون بالصورة أول بأول مثال أنا طلبت أن يبنى مسجد في منطقة معينة بعد ما يبنى المنسجد تبلغوني هنا عاد في خدمة ستطلق إن شاء الله خلال الشهر القادم إن شاء الله في منتصف رمضان نحاول نطلقها هي جاهزة الآن اسمها خدمة حسابي الخيري كأن نقداه هذه أول خدمة تلقى على مستوى العالم الخيري كله يعني الكويت ستتميز فيها الرحمة العالمية في جميع صلاح الشميع ستتميز فيها الآن تم تجريب الخدمة وتم تطبيقها الحمد لله إن شاء الله رح يتم تتشينها على منتصف رمضان شكرة الخدمة هذه تدخل بيوزرنين باسورد خاص فيك أنت يا أبو مشعل خاص بالمتبرع الكريم يدخل فيه شوف كل تبرعاتها من أول ما بدأ تبرعاتها من الرحمة العالمية لو من 20 سنة متبرع بدينار حق إفطار صائم رح يبين عنده متى تبرع وبأي وقت والأي دولة وبكم وبساعة كم لهذه الدرجة الحين الخدمة رح تكون بعد شهر خلال شهر إن شاء الله لما أقوم بيوزرنين باسورد رح يبين لي من أول شيء ولا من أول ما أقوم بيوزرنين لا لأي دولة من تبرعاتك السابقة لأن الداتا مالة الرحمة العالمية أو المتبرعين من أول ما بدأت الرحمة العالمية إلى اليوم موجودة نحن لدينا أكثر من 34 سنة في العمل خير الآن ن شاء الله فكل الداتا هذه موجودة مسجدك في اللوكيشن ما لأين مكان حتى تريد تزور ومسجدك في أي وقت تروح تزورها بدون ما ترجع لنا تصور مسجدك وتقاريرها تقدر تطبع تقارير ما تحتاج الآن لأن التقارير في الجمعيات الخيرية لازم توصل بالديتشئل في السابق وبعدين تكاليف وبعدين توصل لهني بعدين حطب أظرف ودي المتبرع مندوبين يوصلونها هذه كلها تكلفة تصل على قضية كفالة يتيم وغيرها هذه كلها تكاليف أنا عندي في الرحمة العالمية تقريبا أكثر من 75 ألف يتيم نكفلهم فمعناتها 75 ألف رسالة لا ستوصل لحق المتبرعين فلما أقول أنا أوقف خدمة المندوبين ووقف الرسالة والطباعة هذه وأقول لك أنت تستطيع من مكتبك تسوي بي دي اف تقرير وتطلعه وتراويحك والدك والدك عيالك يشوفون هالتقارير هذه أمامك فهذه رح تسهل ورح تصير نوع من الشفافية بينك وبينك مؤسسة عمل ضخم مثل هذا أكيد في صعوبات واجهتكم نعم شنو الصعوبات بالبداية أول صعوبات واجهتنا أن الناس مو حاسة في خدمة الخير أونلاين نبي نعلن عنها تخيل في 2007 الناس كانوا ما يشترون أغراضهم ولا يحجزون تذاكر ولا يحجزون فنادق مثل الآن صح أول ما طلعت خدمة الجزيرة للدفع استانسنا لأنه سيعلنون والناس تبدأ التفاعل مع هذا الأمر فكيف نقنع الناس أنه تعالوا خدمة أمان وتعالوا تستطيع التبرع أذكر أول تبرع تم في 2007 يوم 7 فبراير 2007 تم من واحد اسمه طارق عبد العزيز طارق المطوّى دفع بدون ما نعلن على الخدمة ما أدري شون دش على خير أونلاين وشاف الموقع وشاف وقفية اسمه نصرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تبرع ب150 دينار شوف الفرحة التي تمت في المؤسسة بعدها واحد مصري يزال الله خير اسمه مائل تبرع ب20 دينار كفالة يتيم لمدة شهرين كان الكفالة ب10 دانير اتصلنا فيه ونبني نتأكد أن هل هو بالفعل يعني ما حد قال له من فريقنا تعال روح تبرع عساس يفرحنا وكان فرحة ما بعدها فرحة فكان أهم التحديات كيف نعلن على الخدمة وكيف الآن الحمد لله بعد سهولة الأمر هذا والمواقع أصبحت من تشرف على المواقع الإنترنت أصبح موضوع الدفع الإلكتروني سهل جدا والآن ما شاء الله يعني سنويا قاعد يطور دخول موقع الآن عندي أكثر من خمس ملايين صفحة زيارة عندي أكثر من ثنين مليون زائر للموقع خير أونلاين شي ضخم يعني ومبالغ ما شاء الله وفلت نسبة إيرادات أكثر من 9% لإيرادات الأخرى من الفروع وهذا شيء يعتبر قفزة كان نصف المية في البدايات نصف المية الآن أصبح 9% فقفزة غير طبيعية طبعا أجور العاملين الفريق العمل الشغال سواء الموقع على من الذي يرد على المحادثة مباشرة أجورهم ومعاشاتهم تأخذ من التبرعات أو من جهة مستقلة لا لا نسبة الإدارية التي تأخذ على أي تبرعات نسبة وصلت لآخر أربع سنوات الخطة استراتيجية 6.25% وهذا تعتبر أقل نسبة إدارية تأخذها مؤسسة خيرية في العمل الخيري في العالم كله أقل نسبة إدارية والواحد يروح يسأل ويتشيك عنها يعني تبرع بعش دانير طبعا حسب إذا تبرع الإغاثة لا نأخذ منها شيء تبرع يتيم نسبة قليلة جدا المصاروف التحويلات مصاريف التقارير ونسبة قليلة جدا لا نفكر فيها لكن المشاريع الكبيرة مشروع بمليون دينار مثلا أحد المتبرعين من التجار الكبار يسوي لنا مشروع نخصم نسبة إدارية حق موظفينا فوق الـ 12-13% نحن نخصم منها 6.25% ونبلغ المتبرع لازم يكون حتى على وصولات التبرع مكتوب هذا الأمر فنسبة الإدارية بسيطة جدا بالمقارنة في داخل الإرادات التي تدخل سواء على الموقع الإلكتروني أو المواقع الأخرى الإشكالية التي تحدث الآن بمشعل ويمكن الآن نلاحظها بشكل كبير جدا قبل رمضان واثناء رمضان التي هي أو عند الإشارات يجمع فلوس أنا أقول هالطريقة مالت المواقع الإلكترونية لعمل خيري طريقة آمنة وانت قاعد في بيتك ما يحتاج تروح تعطي واحد ما تثق فيه لأن أصبحت الآن أنا أسميها مافيا أو المتسللين للعمل خيري من هذه المنافذ وتكثر بشكل بشع جدا في شهر رمضان بعمر أسأل شوف بين فترة و أخرى رجل مثلا توفى والله الدوانية قال أو بنسوي له مشروع فيكلمون مثلا عندكم خير أونلاين وتخصصو له بحيث أنه أي أحد يريد يتفعدش من نفسه على الموقع ويلاقي والله وقفية للمرحوم الفلاني أقدر أتبرع من خلالها للكل مفتوحة أو لا شنو طريقتها طبعا بالرحمة العالمية حددنا أنه ليس أي واحد يعني واحد يصرحات وفاة ولا شيء على طول نروح نعلن وننشر الموضوع يا جماعة تعالو تبرعوا مسجده نحن في النهاية متسويق عمل خيري نحن الحمد لله مشاريع موجودة والعمل كبير جدا لكن بعض العوائل يبون يسهلون على على الأهل نفسهم أن يتبرعون بدل ما يستلم كاش ويستلم فلوس يقول الجماعة ترى هذا رابط فيتواصل مع الرحمة العالمية يقول أنا عندي واحد من أقربائي يصار لحالة وفاة أو واحد من أقربائي يصار لحالة توق متخرجة مثلا بنتي أو ولدي متخرج ودي أسوي لها بدل ما أسوي حفلة أنا بسوي لها حفلة لكن ما بي هدايا حق ولدي ونتي أبي للهدية تبرع لمشروع خيري مثلا قيمتها 600-700-1000-2000 حسب ما يبي يأخذ الرابط نحن نسوي لها رابط إلكتروني URL نسلم إياه ونكتب له وصف المشروع وصف الفكرة وصف الخدمة هذه سواء كان حالة وفاة لقدر الله أو سواء حالة نجاح أو مولود أو أي شيء ثاني ويأخذ الرابط هذا يوزع على أهله بدل ما يأخذ منهم فلوس نقدي وأصلا النقدي ممنوع في وزارة شؤون من خلال الرابط هذا وثقة ورح يوصل إلى إسم مصر ويصل إلى وصل بعدين يقدر يتابع مشروعه إحنا مباشرة بعد ما يكتنوا المشروع نرسل لكل اللي ساهموا في هذا المشروع انتهى المشروع ممكن تراقب مشروعك ممكن تزور مشروعك قبل الافتتاح ممكن تسافر وتفتتح مشروعك بنفسك فهذا يعني تسهل على المتبرعين بشكل كبير جدا وعمور كريم أخير رشد تحب تقول كلمة أخيرا الموقع أو المواقع الإلكترونية بشكل عام بالعمل الخيري بدت تأخذ حيث كبير جدا من الجمعيات الخيرية وبدت تهتم فيها الموقع ليس عبارة عن صفحة أنا أركز على أنه لازم نشوف وين وصل العمل الخيري في هذا الجانب وأذكر قصة أخيرة أنهي فيها أذكر واحد المتبرعين كلما يتبرع يتبرع مبلغ بسيط ويكتب ادعو لي عندي مشكلة صايرة يتبرع مرة ثانية بعد شيء ما يدعو لي خلال أسبوع رح يتسل إن شاء الله ربي يسهل علينا وبدأ يمكن ثلاث أربع خمس مرات يتبرع آخر شيء قال الحمد لله نحلت مشكلتي فبدأنا نشوف الموضوع هذا حس أن الصدقة وتسهيل الصدقة من خلال الموقع الإلكتروني وكتب لنا كتاب سهلتوا لي بدلا أن أروح وأتبرع سهلتوا لي أني أتصدق مبالغ بسيطة جدا وعشان الله يفرج همي اللي كان موجود هذا بعدين لما سألنا شنو الهم قال لنا قصة كانت مؤثرة جدا على حدث لإبنه وكذيه والحمد لله الله شفى من هذا الحادث بهذه التبرعات البسيطة إن شاء الله أمانة جهد تشكرون عليه بعمر تسهيل العمل الخيري يعني محاولة تشجيع الناس على مثل هذه الأعمال المساهمة في هذه الأعمال جهد تشكرون عليه عساكم على القوة آمين موفقين كل خير إن شاء الله وتحياتنا للأخوان في الهيئة وتحياتنا لكم في الموقع موقع خير أولاين كل الشكر لأحد مؤسسين موقع خير أولاين الأستاذ عبد الرحمن المطوع عساكم على القوة وتحياتنا لكل إذن هذا أهل هذا معدن أهل الكويت الذي تعودنا عليه عادة في السابق كنا نتبرع في السابق كنا نطيع الآن أصبح عندنا فن وأصبح عندنا ريادة في هذا العمل تسهيله هو معدن نادر صح التعبير بدأت تصير عندنا أفكار على مستوى العالم ما صارت تصير عندنا بالكويت لأننا بلد إنسانية